معالي السيد رئيس المجلس الأستاذ حمزة بلول وزير الأعلام والثقافة معالي السيد الأمين أو من ينوب عنه أصحاب المعالي والسيادة والسعادة أنا جئت من بغداد من بلد إن داعبته الريح تنكسر بعد أن كانت تنفجر لعدة أعوام جئت من بغداد لأتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا وللجامعات العربية وأمينها العام وأمانتها الفنية والإدارية ولمعالي وزير الإعلام السعودي رئيس المجلس السابق على كل ما قدمه من حكمة وفعل وحضور وأبارك لأخي معالي الوزير حمزة بلول الذي تسلم مهامه توا داعينا الله وأنتم للوقوف معه والأخذ بيده نحو بر النجاح وكلنا معك سيادة الرئيس أولاً أتحدث بصفة العربية أولاً كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب وأتمنى منكم وعليكم إعطاء الموضوعات التي سأطرحها باختصار شديد الأولوية القصوى لأني أتحدث لكم والعراق قد اكتوى بنارها لأعوام ودفع أبناءه ضريبة لها ولنيرانها المتقدة وهي تفعيل العمل بلائحة تنظيم الخطاب الديني في الإعلام العربي وإقرارها في كافة الدول العربية والإسلامية لأنها ستساعدكم على انتزاع كل ما علق بالذهن العربي من رواسب للكراهية والتطرف كذلك أتمنى تفعيل ستراتيجية عربية موحدة للإعلام أسميتها تحالف الإعلام العربي لدعم القضايا العربية كقضيتنا الأولى فلسطين وما تتعرض له بيروت الجميلة بيروت الحياة ما يتعرض له اليمن السعيد ما يتعرض له كل بلد عربي لننضج خطابا عربيا موحدا تجاه تلك القضايا أخيرا أعود عراقيا لأجدد دعوتي لكم جميعا لحضور ملتقى الإعلام العربي في بغداد لإعادة قراءة وتهجي مدينة الحضارة والثقافة تحت شمس العراق وعلى بعد موجتين من دجلة والفرات للإطلاع على التحولات الإيجابية التي حصلت في العراق مؤخرا والتي كانت بفضل همة أبنائها وحكمة حكومتها إذ تحولت بغداد من ميدان للصراع إلى ساحة للحوار واللقاء بين العربي والدول الأخرى كما نجحت بغداد كذلك في عقد دقاء الأخوة بين بغداد والقاهرة وعمان بعد أن طافت كل العواصم العربية لإيصال رسالة العراقيين أن بغداد مدينة سلام كذلك أتقدم بالشكر الجزيل للأمانة الفنية الدكتور فوزي لغويل وللسيد الأمين العام المساعد ولكل من سهر طوال تلك الليالي وأنا شاهد على ذلك خلال هذه الفترة التي توليت بها رئاسة المجلس التنفيذي والختام بالنسبة لي وليس بالنسبة للجلسة التي يحددها السيد الرئيس شكرا لكم بقدر نخيل العراق